صباح الخير والجمال والصحة على كل مشاهدين برنامج حضرة وطن أهلا بيكم في حلقة جديدة النهاردة حلقتنا مختلفة تماما وموضوعاتنا وحكايتنا مختلفة تماما بس قبل مبدأ النهاردة في موضوع حلقتنا حابة نوه حاجة مهمة جدا جدا لازم كلنا نخب بالنا منها احنا خلاص داخلين واقتربنا على المرحلة الانتخابية في المرحلة التانية خلاص انت هنا مرحلة أولى والمرحلة التانية فانت لازم تنتشارك وتدي صوتك وتبقى إيجابي تمام كتاب مرشحين نزلوا والسنة دي كانت أكتر المرشحين شباب مرشح الشباب مش مجرد أن هو مرشح شباب هو من الشباب عارف طموحهم ومبدأهم وكل أحلامهم اللي هم عايزنا لازم يكون ظهر ليهم مش مجرد أن هو يتشهر ويكسب كمان فيه مرشحين الغلابة اللي بيطلقوا عن نفسهم الغلابة مش مجرد كلمات رنانة وشعرات بتتقال لأ انت لازم تبقى عارف حقوقهم والعدالة الاجتماعية وحاجات كتير قوي هم محتاجينها كمان فيه ناس بتطلق عن نفسها مرشح ابن البلد ابن البلد ده اللي هو ابن الأصول ابن الطبقة الكتحة يعني عارفها مين يعني ايه ابن الأصول ابن الطبقة الكتحة يعني يبقى لازم فهمهم كويس قوي يعني يبقى عارف يعني ايه نائب الشعب وانت داخل تنتخب ما تبعش صوتك بفلوس ولا تبع صوتك اللي لدماغ اي حد بدماغك انت وبعقلك انت عشان بعد كده ما تجيش تشتكي وتشتكي للإعلام وتقول ده هم وهم وهم اختار صح البرنامج الانتخابي مش مجرد كلام على الورق ولا كلامات رانانا زي ما قلنا دعاق وعهد ووعد ما بين المرشح والمواطن خلونا بقى نبتدي حلقة النهاردة وموضوع حلقتنا النهاردة عن الرياضة انا مستغربة نفسي جدا النهاردة لان الرياضة دي يعني اول مرة اتكلم عنها وهي شيء مهم جدا 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 الرياضة من اساسيات نجاح اي دولة في العالم لو نفتكر في 2017 مصر حصل لها طفرة وتغيرات كثيرية في قطاع الرياضة وده بعد اصدار القانون الجديد في الرياضة رقم 71 ده بقى فتح فرص الاستثمار في الرياضة وكمان حقق عائد على القدر المعقول في المركزية في هذا القطاع النهاردة ضيفي اللي مشرفني النهاردة المستثمر الرياضي كابتن سيد الألماني كابتن سيد الألماني هو صاحب روفيشنال سبورت لانشاءات وتجهيزات الملاعب الرياضية والمقاولات العمومية وكمان النجيل الصناعي اهلا بحضرتك نورتني هنتيدي حضرت النهاردة منين زي ما انت عايز كابتن سيد الألماني من الشخصات النجحة من المستثمرين في مصر النجحين اللي لازم يتسلط عليهم الضوء النهاردة هنتكلم عن الاستثمار الرياضي والتجهيز الملاعب وازاي بدأ مشواره طبعا هنا يعني من أهم النمزج الرياضية اللي هنا فخورين بها في مصر اه خصوصا لو عزيمات الرياضة نتكلم عني أنا مرأة عزيمات الرياضة فريدة عثمان أول سباحة مصرية على منصة بطولة العالم كمان عندنا نور الشربيني بطلة السكواش جيانا فاروق بسمينها الفتاة الحديدية في الكارتي كمان عندنا ملاك حدي في التيكندو وكمان مش عايدين ننسى بقى من الرجال ومن أعظم الرياضيين اللي مصر فخورة بهم والعالم فخور به كابتن محمد صلاح اللي هو كمن فتى مصري من قرية صغيرة بيئة الغربية تحول إلى أفضل لعب كرة قدم في أفريكيا وفي العالم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لو حضرتك طبعا بداية تاني النبذة كده عن كابتن سيد ألماني مشوار حضرتك كده قبل أي حاجة والله المشوار بدأته من طلوة من مصر لألمانيا قعدت فترة كبيرة هناك طبعا حضرتك عارفة ألمانيا والنظام والدنيا فتعلمنا التزام فتعلمنا الحمد لله حاجة قمنا نجي بقى نفيد بيها إن شاء الله بلدنا في مصر إن شاء الله ولدي اللي احنا تعلمناها هناك مركزة فينا ناقل الخبرات ما بين ألمانيا وبين مصر على فكرة مش قصة خبرات إحنا لو بصينا للينا كمصريين لا أهم الألمان بيدربوا بينا المصر يعني ساعة ما روحت بعد التعامل وشافوا الواحد قالوا انت بتسيبوا بلدك وتيجوا ليه يعني ليه بتطلعوا الكوادر دي والخبرات عندوكو ما شاء الله زكاء وعندوكو يعني عزيمة فإحنا بنفوقهم والله والله بنفوقهم والله بنعديهم يعني اللي أنا شفت النمازج اللي أنا شفتها كلها النمازج نجحة وإحنا بنعديهم هو الفرق بيننا وبينهم بس القدرات القدرات بس عندهم إمكانيات زيادة عنهم بس له لو سألت حضرتك تعليقك على استثمار رياضي في مصر هو طفرة بصراحة كبيرة جدا وكلها في صالح الشباب وإحنا عارفين طبعا الرياضة بتمنع الشباب بتشدهم عن طريق السوق وطريق المخدرات يعني حتى الإعلان كان يقولك إيه أنت أقوى من مخدرات وبيجيب الرياضة في الوش فهي الرياضة عمتا يعني أهم حاجة للإنسان من كله بقى يعني حتى لو بيدرس بتنميله زكاء وبتنميله العضلات والبدانية فطبعا الاستثمار الرياضي مهم جدا في مصر وكان بدأ في عهد سيدة الوزير خادعب عزيز وجي بعد منه دكتور عشاف صبحي نطبق المسيرة مع شوية تعدلات وربنا يوفقه يعني الدنيا ماشي حلو والاستثمار الرياضي بصراحة ناجح بس عايز شوية برضو إيه عايز زق عايزين نفذ المكاميري مسيرة عايزين نكمل مسيرة زي ما هي ماشي كده والحمد لله هو داخل برضو في نظام بيدخل للوقتي في مراكز الشباب نظام مستثمرين لو مستثمر ياخد بدل ما الغزارة تعمله لا المستثمر يخش ياخده حق انتفاع تسع سنين وهو اللي يعمل المشروع وبعد تسع سنين يسلموا المركز حلو دي وفق برضو دي من الحاجات الناجحة وليه كويسة جدا لو جينا في مجال حضرتك النجيل لو كان عايزين نسأل كده سؤال كده بسيط قوي الفرق بقى بين النجيل الصناعي والنجيل التبيعي النجيل الصناعي والنجيل الطبيعي من ناحية التكلفة طبعا من ناحية التكلفة طبعا النجيل الطبيعي أقلب كتير طوّنية الاستخدام أكتر نجيل الصناعي. نجيل الطبيعي محتاج صيانة أكتر. لو عندك ملعب نجيل صناعي ما يفعش تلعبها لي أكتر من مراتين في الأسبوع. بيستهلك بسرعة. ليه نظام في الرش. يعني متعب شوية. فالنجيل الصناعي مكلف ولكن بتقدر تلعبها على طول. ما بيقفش. لكن الطبيعي حتى لو بصرنا لإستاذ القاهرة. أكتر من مباراتين تقام عليه في الأسبوع ما فيش. هم مباراتين بالكتير. مراحل التجهيز للنجيل الصناعي مثلا. مراحل التجهيز. إحنا طبعا الملاعب الأرضية. بندخل الأرضية. المهندس بيخش بيعمل جسات للأرض. بيشوفها لو جهزة. خلاص. بنبدأ نحط حاجة اسمها سن ستة اللي هو الدقشوم. اللي هما بيسفلته بالطرق اللي احنا بشوفه لابيض ده. اللي بتحطي تحت الأسفل. وبيتدك بترش معي وبيتدك بيجي بالليزر بيتدك وبياخد أوزان. ونبدأ نجيب عليه نحط عليه حاجة اسمها رملة حلواني. دي برضو بتيجي بالميزان بسمك خمسة سنتي. ما يزيدش على الخمسة سنتين. ممكن ياخد اتنين سنتي تارتة سنتي حسب. وبعدها بتحطي النجيل الصناع. دي دي مراحل تجهيز. لو في بقى الأرض يعني مش مظبوطة تحت أو كانت طامي قبل كده أو كانت زراعية. بتحطي لها حاجة اسمها تربة إحلال. دي بتبقى نسبة ستين لاربعين. ستين زلط واربعين رملة. وبعدها بيجي برضو تتدك بالليزر. بنفس العملية بيخش على السن. وبعد السن الرملة الحلواني. وآخر حاجة بتيجي النجيل الصناع. بيجي فوق النجيل الصناع حاجة اسمها رملة سلكة. نعمة جدا طبعا عشان تثبت نجيل على الأرض. ما تعملش كرماشة. وبعدها بيجي حاجة اسمها رابر. إن هو الكويتش المطاط ده. عشان أجسام اللعبين وعشان تحمل العيبة وتحمل العظمة أو حد يقع وكده. فتحس ان انت بتلعب على حاجة مارينة يعني. تبقاش حاجة صلبة يعني. بس دي دي مراحل النجيل الصناع. ما بياخدش بقى بعد كده بيبدأ بقى التصييم بتاعه سهل يعني. ممكن كل ثلاث شهور يتصين يبدأ يتمشط. تمشط النجيلة من كتر اللعب تبدأ تتجمع في حتة معينة. فبيبدأ التمشيط. بيخش الشركة تمشطه. بعد ثلاث شهور تبدأ تحمي الشعرية بتاعت النجيل. بس لكن النجيل الصطبيعي طبعا متعب جدا متعب في صيامتها. طبعا طبعا. ولو المطرة مطارت شكرا بتقفليه وليه. النجيل الصناعي. الطبيعي. الطبيعي. طبيعي. متعب جدا في صيامته يعني. يعني الصناعي ما بيتأثرش بالأمطار. لا ما بيتأثرش. هو ممكن بس اليوم اللي تمطر فيه المطرة ما يتلعبش عليه. يوم واحد بس. يعني لو مطرة جديدة. لو مطرة كده عادية رزاز واللي عادية. عادية ممكن على العصر يتلعب عليه. لكن في أي وقت بقى مطرت بالليل ممكن نسيب تاني يوم ويتلعب عليه بالليل تاني. يعني العملية قريبة. غير النجيل الطبيعي طبعا. النجيل الطبيعي صيامته مكلفة. يعني هو مش مكلف بس صيامته مكلفة. صيامته مكلفة. وبتاخد وقت. وما بتلعبش عليه زي النجيل الصناع. طيب لو جينا تكلمنا في جينا بقى تاني خالص در وزارة شفورية ده في الاهتمام بالأمدية. آه لا ده در طبعا محدش يقدر يخفاله در. احنا بنتكلم فعلا حدث تطورات في الفترة. آه طبعا طبعا هي متابعة على طول. وأي مركز بينشأ جديد بيقدم بياخد بياخد خدماته. وبتبقى تنفذ له الملعب سواء كان خماسي أو قانوني أو تدريبي. هم ثلاث مأسات من الملعب. فيه خماسي وفيه تدريبي. بيبقى تلايب عليه سباعي سبعة أو تمانية. وفيه القانوني اللي هو زل السداد. طبعا هي مشكورة بتقوم بكل المطلوب منها في حدود الموجود. لو فيه إتاحات موجودة بيبدأ يصرف للناس. وبدأوا. احنا بنشد السيد الوزير أشرف صبحي. الإتاحة أخرت رئيس شوية فعايزين نزوء الدنيا كده شوية. لكن الوزارة لأبت. كانت الأول بتعمل حمامات سباحة دلوقتي بدأت الدالة المستثمرية. مكلفة جدا. حمام سباحة بيتكلف حوالي ستة مليون. فطبعا الستة مليون الوزارة تقدر بدل ما تعمل حمام. تقدر تعمل بيهم مثلا عشر ملاعب. فهنا والأولى الملاعب. لأنه طبعا تسعين في المهم الشعب المصري أو الشعب المصري بيلعب كرة قدم. هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم كله معروفة. بس فما حدش يقدر يخفل دول الشباب الرياضة. وكمان هم اعتموا في الفترة الأخيرة برضو بالإحتاجات الخاصة. طبعا. زوي الإحتاجات الخاصة دول رقم واحد. دول مفروض يجوا رقم واحد بصراحة. هو بيعمل لهم دورات. أنا سمعتنا بيعمل لهم دورات. وبأماكن الشغل بيبقى ليهم أولوية في الشغل لو في أماكن بي... وشفت أنا شفت ناس كتير زوي اللي احتاجاته خاصة. أنا حضرت أولمبياد كتير ليهم يعني على مستوى حوظات. وحتى لو يعني حتى خرج رياضة وكمان بيوظفهم بشغل وينما مهارتهم. مع شبه ريضة مش ريضة بس. بحاجات الحركة يدوية وحاجات ثانية مختلفة. وهو الدكتور أشف صبحي بدأ يعني بدأ يدخل حاجاته بدأ يطور بصراحة. فهو بدأ يطور كتير لأنه هو أصلا خرج تربية ريضة. وكمان شاب هو في دهر الشباب. أو في دهر الشباب. فربنا يعينه يعني. يا رب يا رب يا رب. طيب عايزة أسمع الحضبك كده. إيه أكتر كلمة فرحتك كنت في ألمانيا. يعني الحاجة اللي هم في ألمانيا فرحانين بيها عندنا. في ألمانيا بالنسبة لمصر. والله هما هما دايما بيتابعونا يعني لما بيبقى. لا هو أكيد طبعا محمد صلاح عندهم أعرف. أه لا أنا بتكلم عن قبل كده قبل صلاح. لأنه قدت موجود قبل صلاح ما طبعا ما يأخد الشرى الواسعة دي. وربنا يكرمه. كان دايما بيتابعونا في موضوع في المقابلات بتاعتنا الغياضية. ما بيكون بنلعب في أفريقيا. بتلاقيهم بتابعيننا. بتابعين مباريات. ولما بنفوز بيقولك. أه أنتوا فوزتوا عن جدارة. بتابعوا اللعيبة بدأوا. يعني بدأوا هما الفترة الأخيرة بصراحة من أيام كابتن هاني رمزي. يعني من قبل صلاحه. كان كابتن هاني رمزي كان صورة مشرفة برضو بره. كان لعب في فردا بريمين. هما بدأوا بقى يسلطوا الضوء على اللعبين المصريين. لأن من ضمن الناس اللي التزمت. فيه الناس طبعا طلعت من مصر مالتزمتش. فيه لعيبة كتير طلعت مالتزمتش. فمننجحش. لكن اللي بيطلع بيلتزم. صورة زي كابتن هاني رمزي. صورة زي الكابتن محمد صلاح. يعني إنني. الناس ملتزمة بتبدأ. وبعدين بتطبق الاحتراف. الناس دي عندها الاحتراف هو الالتزام. هما تمام. الالتزام. من عشان أنا من الغربية وما يكون الحلوين من الغربية. الالتزام. حاجة كويسة حاجة كويسة. لا والله ما فيه. ما فيه كوكا. وفيه. برضو ربنا كريم. وفيه وردة. عايز شوية تلتزام شوية. من الناس الجامدة قوي برا. يعني. فيه فيه نمازج. وفيه نمازج بتطلع. مش واخضع الغربة. يطلع يقعد سنة سنتين ويرجع. مش قادر يتأقل. هو مش قادر يتأقل. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عايزينها في مصر. من ضمن الحاجات اللي عايزين نحطها. نصقف بها اللعب الناشئ. ما يزهقش بسرعة. ما يزهقش بسرعة. ويطلع. اوه بتطلع عمل. الطموحي أطلع برا. والعب برا. يروح. يلاقي الموضوع مختلف خالص عن مكان في مصر. فيبدأ يزهق. ما يقدرش يستحمل. يعني تدريب هناك عنيف جدا. ما يقدرش يستحمل التدريبات. يعني أنا لعبت في ألمانيا كان فيه واحد صاحبي كويس جدا. قلت له تعالى انت خامة كويس جدا. اوديك المدرب ويشوفك. وأنا كنت مقتنع ان هو هيخذه من غير ما يتكلم. فقال لي خلاص يا جا حضر التدريب. حضر التدريب بابص عليه بعد التدريب. ملقتوش. بقى خلصنا التدريب باتصل به. انت فين؟ قال لي لا. ده موت. ده مش تدريب ده موت. قلت له ما انت عايز ايه؟ وهو ده نجاح. لازم تستحمل يعني لازم. فهو ده الفرق بيننا. فيه فيه التزام. وفيه انت عايز ايه؟ هو الشاب هو عايز ايه؟ لعب الكرة طالع عايز ايه؟ انت طالع خلاص. انت عارف نفسك ان انت رايح غرب. خلاص غرب. التزام. ما انت مش هدنجح من غير الالتزام. والاحتراف التزام. هي كده. التزام ساوي الاحتراف. مش يبص الحد. مش معنى ان فيه حد نجح في تجربة برا انت مش ممكن تبقى زيه. بالضبط لا بالعكس. خليك نفسك انت. نمي. نمي. هما الناس دي عندها. عندها بيدي مرة واثنين وتلاتة. بيدي مرة واثنين وتلاتة. محمد زلان كابتان محمد زلان. هو رجع مصر دلوقتي تقريبا. رجع قد في مصر. بس برضه كان يقدر يدي اكتر من كده. كان يقدر يدي اكتر من كده. بس فروق هي فروق. هو ليه دايما دوري الإنجليزي بيتميز عن الدوري المصري. امتى مصر تحس كده فخر الدوري مصري. مميز عن الدوري الإنجليزي؟ لا لا حاجات كتير قوي يعني. الاتحاد الكورة، الاتحاد الجمهور. يعني شوفي بتبدأ منين تنتهي فين؟ كل ده واحد عارف واجبه، كل واحد عارف واجبه فيه، واحد زائد واحد ساو اثنين، فيش حاجة اسمها مجاملات، ما فيش حاجة اسمها، عنده التاريخ بيتعامل، تحط، فيش تغيير، هاتيلي مرة الاتحاد الإنجليزي أجل مباراة، يعني خارجة، يعني ما فيش جزء من واحد في المية، فيش حاجة اسمها تأجيل، والناس بتسافر، ماشي إحنا عندنا هم عندهم أوروبا كنا بنسافر مثلا من دولة ده والطيارة ربع ساعة، نص ساعة، ماشي. دي برضو بتسهل عليهم إنهم ما ما يقجلوش، بيروح يلعب المطش في دور الأبطال ويرجع في نفس اليوم. إحنا ماشي عشان أفريقيا برضو، بس برضو أعمل حسابها من الأول، فده دي فروق من ضمن الفروق اللي بتنجح الدور الإنجليزي، فيه بقى جانب تاني برضو على اللاعبين، وعلى التحكيم، تحكيم ما يخافش من حد. روحكم بمرضل، اللي انت شايفه عمله، احكمه، اللاعب نفس القصة. اللاعب نفس القصة، اللاعب تبص تلاقي فيه اللاعب بعد التدريب تلاقي سهران بالليل، طب وده هنوصل بقى للدور الإنجليزي فيه، فيه التزام، هو الالتزام، هو الالتزام بحاطة كل أدوات النجاح تحت الالتزام، التزام في كل حاجة. اه ما عاجة الروح الرياضية، انا مش عايزهم على النيت يتخنقوا يعني ده أهل، اه، والنيت والسوشال ميديا كله بقى واحد ينفق موضوع، وقديني موضوع بقلبهم أول، ما يكون حد بالبيت وجروا له حاجة. بالضبط فقط، طبعا دي حاجات يعني موجود، منوشات دي موجودة، بس ما تاخدش أكتر من حقها، يعني تعليقه خلاص، اه، ليه، بس هو دلوقتي تتعصب بمأبزة، بصراحة، يعني بص حضرتك للاهل الزمالك الأول كان ناس تقعد والدنيا والتقفل والشوارع، دلوقتي ما فيش ممكن يعد عليها، أنا من ضمن الناس دي، كنتش أسيب مطش، أنا النهاردة ممكن عشان شغلي، أسيب مطش، ألو الزمالك فارجة، 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 أشوف النتيجة بتاعته، ما بقتش يعني الدنيا بقتش زي، بس هو ده المطلوب دلوقتي، إن أنا الرياضة، آه الرياضة، ومطش يخلص، ما هو ده بقى برضو من ضمن النجاح هناك، المطش يخلص، خلصت معه الليلة، وخلصت معه الدنيا، النتيجة كام؟ خلاص خلصت، بيبص اللي إيه؟ المطش اللي بعد منه، بص اللي اللي جاي، لا إحنا نقعد نتكلم في المطش لحد ما يجي المطش اللي بعده، ولسه بنتكلم فيه، في حالة كمان كمان، يعني، استلخصتها من المباراة، إن إحنا نجد نجيهم الدعم، حتى لو هو خسر اللعيب، عشان ما يحبطش، لأن دايماً بلاقي النسبة، لما حد يعني، على هواهم، على مزاجهم، يفضل يخبطوا فيه، يضربوا فيه، يضربوا فيه، بالكلام، أو بالتنمر على صفحات السوشيال، أو حاجة، ده بالنسبة للجمهور، آه، 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 مهديم، مهديم ضمن الحاجات برضو اللي ممكن توقع لعيب، بس برضو اللعيب عليه عامل، أنا لو، أنا لو، أنا ما كون لعيب، لما كان فيه جمهور، معناها، تقابلت بالزوم هناك، الجمهور كان يزوم كورتين ثلاثة تضيعيهم، يبدأ يزوم، ماشي بيزوم، بس بعد كده، أنت تسبتي له أن أنت العكس، ما كل واحد بيضيع، كل واحد بيضيع، فرصة واثنين وثلاثة، مرون محسن، ما هو، يزوء، يضيع كورتين ثلاثة، يقعد الدنيا كلها تتكلم عليه، يبدأ يحط جون، تبدأ الدنيا، هي كده، يبدأ يطلع فوق في السماء، للأسف، للأسف، ما هو أنت النهاردة هيبقى وحش، بكرة يبقى كويس، ما هو فيش حد يعني، على طول مستوى مرتفة، ولكن، إحنا المفروض، اللعيب نفسه جوا، من جوا، يقول لك أنا مليش دعاية في، زي الحركة اللي بقى مالك، ده، 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 في الوزنك للجموع، سمعش الجموع، ما تقراش، أنت سمعت، ما تبصش للسوشيال ميديا، خالص، وخليك في طريقك، بس، أنت بقى شوف إيه اللي نقص عندك، إيه اللي نقص عندك، بزي صهر بطل صهر، تدريباتك قليل قوي، بعد التدريب، أنت نقص عندك حاجة قويها برا، الدنيا كلنا كده، اللي عايز ينجح، لكن أنا ما سيفش نفس الجمهور، ما سيفش نفس السوشيال ميديا، أطلع، قال إيه بيتكلم، أتأثر، ومش رايح التدريب النهار، أنا مش رايح بكرة، إذا بيتكلمه، لا، معظم اللي خسروا مجال الرياضة، اللي كانوا مربوطين نفسهم بالإنستجرام والتعليقات، بالزبط، أنا ده النهاردة وحش، أو كنت مش موفق، خلاص أروح، أهدى شوية كده، أنام لي ساعتين ثلاثة، أنسى اللي حصل، أبدأ يوم جديد، أبدأ شوف أنا أعمل إيه بكرة، أنت نبارح، أه، أنسى، بالزبط، ما هو ده النجاح، أنا أنسى، أنسى اللي فات، كل واحد بيدور، ما فيه ناس كتير يقعد يقولك إيه، أنا مش عارف، مش عارف إيه إنسى، ما أنت ما تبصش وراء، أنت خليك تبص الأدام، شوف الخريطة بتاعتك راحة فيه، كان فيه موقف برضو إنساني، رغم شوف برضو جمهور، برضو ليه موقف إنساني، مؤمن زكريا، مؤمن، مؤمن كابتن، مؤمن ربنا يشفي، يعني ربنا يشفي، وكل الشعب المصري يدعيله بالشفاة، ويرجع كده يعني مش بيدعا ربنا رجعوا ملاعب، ربنا قادر على كل شيء، ويرجعوا لإبنه والعيلته، وطبعا ده من ضمن الناس اللي كانت يعني، بس الحمد لله ما وبرده، شوفي هو، شوفي هو، شوفي بصي لي بتسامته، بصي له هو بيدحك، برغم الألم، ببتسك، موحدش عارف اللي جوا إيه، ولو واحد غيره، يقولك لا أنا كنت شوف كنت باجري على المستطيل اللي أقدر ده مبارح، أول مبارح بصي، النهاردة عاملت زي، لكن بصي هو اللي ابتسامته، فدي الابتسامة دي قوة، دي قوة، يعني وربنا يشفي يا رب، والدعوات، الشعب المصري كله بالشفاة كابتن مؤمن زكريا، أنا ساعدت باللقاء حضرتك جدا، كابتن سيد الألماني بجد في حدود الوطن، والوقت عنده بسرعة جدا، وكان لنا حديث أطول، أنا ساعد بوجودي في قناة الصحة وجمال، ويا رب بالتوفيق إن شاء الله، ونتمنى نتمنى أن يكونوا تغيروا المعاد بس، أطبتني، أنا بشكرك جدا، كان معانا كابتن سيد الألماني ومستثمر الرياضي، أنا بشكركم جدا، نشوفكم عزوها جاي في حلقة جديدة من حدود الوطن، شكرا